اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الاخبار نستهلها بالخبرية الدولي حيث عاشت فرنسا لاثنين مساء على وقع مظاهرات وصدمات بين رجال الأمن ومعارضين لإصلاح التقاعد بعد إقراره في الجمعية الوطنية إثر فشل المعارضة في حجب الثقة عن الحكومة تقرير مراسل من كاتب باريس إدريس التكي يرصد الوضع بالعاصمة وفي مدن أخرى فرنسية فرسال إثنين مساء أسودا بعد اندلع اشتباكات بين متظاهرين وقوة الأمن في عدة مدن عقب فشل المعارضة بالجمعية الوطنية في حجب الثقة عن حكومة إنيزابيت بورن وإبطال اعتماد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي ينص على تأجيل السن القانوني 162 إلى 164 عاما في باريس ومدن أخرى كاستراسبورغ وليل وغين ونونسي خرج مئات المعارضين للإصلاح الحكومي في مظاهرات عفوية للتنديد بمشروع إمانويل مكرون سرعان ما استحالت إلى مواجهات وكر وفر بين المتظاهرين وقوة الأمن وفي العاصمة حيث منعت الشرطة التظاهر في ساحة لكوكوغض عقب مظاهرة الخمس والجمعة وعمدت إلى تطويق الساحة الشهيرة بمئات من رجال الشرطة والدرك منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين تجمع المتظاهرون منذ الظاهرة في ساحة فوبون قرب الجمعية الوطنية قبل أن تتدخل قوات الأمن إجبارهم على إخلاء المكان مما نتج عنه اشتباكات بعد ذلك انتقل المتظاهرون إلى أحياء أخرى كأوديون حيث عمدوا إلى إحرق العديد من حوية القمامة خاصة بمحطة القطارات والمترو سان لازاق وقبلة أوبيرا باريز مما دفع رجال الشرطة إلى مطاردتهم مستعملين للقوة وقنابل الغازات المسيلة للدموع كما قامت قوة الأمن باعتقال العشرات منهم غالبيةهم العظمى من الشباب بينما تعرض أحد عشر عنصرا من رجال الشرطة والدرك لجروح ولم تكن مدن أخرى أفرحدا من باريز حيث شهدتها الأخرى منوشات بين المتظاهرين والشرطة نتج عنها اعتقالات عديدة وسط المتظاهرين حسب وسائل الإعلام المحلية بيد أن المتتبعين للشأن الفرنسي يتخوفون من اتجاه المعارضة بالشارع نحو التصعيد على شاكلة أزمة السطرات الصفراء نتابع بالأخبار الوطنية حيث قام وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي بزيارة وإطلاق العديد من مشاريع تنمية الفلاحية والقروية بعملة مراكش وبإقليم ششاوة الزيارات الميدانية تأتي بهدف تتبع وإطلاق مشاريع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على صعيد المنطقتين رغضا قبوري في المتابعة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي يقوم بزيارة وإطلاق العديد من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية بعملة مراكش وبإقليم ششاوة وتندرج المشاريع التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 هذه استراتيجية التي أعطى انطلاقها سيدنا على صرف 2020 والتي تهدف تنمية القطاع الفلاحي والهيكلة في نفس الزيارة توجه الوزير والوفد المرافق له إلى الجامعة الترابية أشمرارن بإقليم ششاوة حيث أعطى انطلقت أشغال الشطر الأول لمشروع غرس أشجار الخروب على مساحة 3000 هكتار المشروع يهدف إلى أحداث تعاونية للخدمات لفائدة الشباب القاروي وخلق أنشطة مدر للدخل لفائدة النساء القارويات وتهيئة سبعة كيلومتر من السواقي كذلك السافلة السلسلة فيما يخص توجه المشاريع لتثمين المنتجات المحلية ودعم التعاونيات وموضوع آخر الذي هو جد مهم هو السقي الزيارات الميدانية لعمالة مراكش وإقليم ششاوة تأتي بهدف تتبع وإطلاق المشاريع وذلك في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر على سعيد المنطقتين لتنمية القطاع الفلاحي وهيكلته ننتقل الآن إلى رباط تحت شعار من أجل تعاونيات نسائية رائدة تم توزيع الجوائز على تعاونيات الفائزة بجائزة للا المتعاونة في نسختها الرابعة الجائزة تم تمنح لأحسن فكرة تطوير مشروع تعاوني نسائي المزيد في تقرير شيماء جبلان خديجة حبيبي رئيسة تعاونية للصيد البحري وتثمين المنتجات البحرية بمارتيل تتوج بجائزة للا المتعاونة إلى جانب 31 تعاونية قدمت أفكار لتطوير مشاريع نسائية نحن اليوم جينا متواجهة بجائزة للا المتعاونة في النسخة الرابعة والحمد لله بعد جهد بدلنا جهد حطينا دراسات مشروع تنزلنا تكوينات وصلنا عندنا 17 مرة مكونا في مجال الصيد البحري في جميع الاختصاصات وشهدت التعاونية النسائية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا إذ بلغ عددها أزيد من 6000 تعاونية تنشط في مجالات مختلفة منحة التمكين الاقتصادي للمرأة موذه التعاونيات النسائية تستحق أن تواكب من طرف جميع الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كما أن الجائزة تمكن المتوجات من تطوير مهاراتهن في مجالات ريادة الأعمال التعاونية وإقامة المشاريع والتسويق وتطوير الشراكات المشاريع المتوجة ستحظى بمواكبة من أجل التنزيل الأمثل لها إذ يساهم في تمويل الجائزة عدد من الشركاء والفاعلين في القطاع العام والخاص وشركاء دوليين نبقى في رباط دائما برحاب قاعة بحنيني نظمت إدارة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي الاثنين حفل تخرج الفوج الثاني وثلاثين من طلبة المعهد للموسم الدراسي 2021-2022 المعهد ينخرط اليوم في مصار جديد وبهوية جديدة ترم تحيين منظومته البيداغوجية لمواكبة التطورات التي يعرفها مجال الفن والثقافة ببلادنا ردوان مستقيم والتفاصيل المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يحتفل بتخرج فوجه الثاني والثلاثين بقاعة بحنيني بالرباط بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بن سعيد إلى جانب شخصيات فنية وإعلامية حفل التخرج عرف تتويجة 18 طالبا وطالبة حصلوا على ديبلوم من مختلف تخصصات التكوين المتعلقة بالتنشيط الثقافية والتشخيص إلى جانب السينغرافيا سعيدة بهذا الحفل هذا إن شاء الله بإذن الله نحن نسمو إلى الاشتغال على المستوى الميدان إن شاء الله من بعد ما تلقينا مجموعة دي المعارف وحصلنا واحد الرصيد معرفي كبير وعلى المستوى التطبيق إن شاء الله سنخرج من خارج أصوار المعهد العالي ونحن جاهزون بمجموعة من الوسائل التي تنقلناها داخل المعهد لنطبقها في المجال الفني ونغني السحة الفنية إن شاء الله كنت محدودة أنني قرأت العامين اللولين قرأتهم نفاتحت على جميع الفنون المتاحة في المعهد من مرة سنتين تخصصت في التنشيط الثقافي واللي هو عالم دراسي واسع جدا ما بين التنشيط والوسطة الثقافية تعلمت بزاعة الحواج من جانب التطبيقي سوكتو التطبيقي حيث المعهد كرتكز على البخاتي كتر ويهدف المعهد العلي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إلى مواكبة التطورات التي يعرفها مجال الفن والثقافة والصناعة الثقافية وتكوين جيل جديد متمكن من التكنولوجيا الحديثة ومتفاعل مع الوسائط الرقمية عود الآن إلى الأخبار دولية بالعاصمة بوينوسايرس أكد رئيس ألبرتو فرناندز أن شعب الأرجنتيني جعل من حقوق الإنسان سياسة الدولة مشددا على أن طريقة ديمقراطية لم يكن سهلا على الإطلاق فرناندز قال خلال افتتاح النسخة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان أمس قال إن الطريقة لم يكن سهلا لكنه يحمل معه أكثر من أربعين عاما من النضالات والمعرفة والذكريات الحيوية التي تضيء الحاضرة وتمنحنا صورة عن المستقبل المزيد من التفاصيل مع مراسل هشام لكحل بعد البرازيل والمغرب النسخة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان تحط الرحالة بالأرجنتين لتتحول بوينوسايرس على مدى أربعة أيام إلى قبلة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف المجالات كالهجرة والبيئة وحفظ الذاكرة والولوج إلى العدالة الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديس قال خلال افتتاح هذه الدورة إن الشعب الارجنتيني جعل من حقوق الإنسان سياسة دولة مسجلا أن الطريق لم يكن سهلا لكنه يحمل معه أكثر من أربعين عاما من النضال وما يضيء الحاضرة ويمنح صورة المستقبل فرنانديس أبرز الدور الكبير الذي اطلعت به جدات وأمهات بلاساديمايو في الدفاع عن حقوق الإنسان اعتبرهن حارسات حقيقية للبلاد من المتوقع أن يحضر أزيد من عشرين ألف مشارك من ثمانية وتسعين بلدا من بينها المغرب الممثل بوفد هام تقوده رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمين أبو عياش تعميق الحوار وتحديث تشخيص الوضع بشأن التطورات الرئيسية وأبرز التحديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم من بين المواضع التي سينكب على مناقشتها المنتدى العالمي الثالث في نسخته الأرجنتينية ننتقل إلى سويسرا حيث استحوذ بنك يوبياس على منافسه كريدي سويس عبر صفقة قيمتها 3.24 مليار دولار تجمع أكبر بنكين في سويسرا وذلك في محاولة احتواء اضطرابات القطاع المالي العالمي وقال البنك المركزي السويسري في مؤتمر صحفي بالعاصمة السويسرية بيرن إنه سيقدم سيولة كبيرة للبنكين حال اندماجهما مضيفا أن الصفقة تمثل حلا لتحقيق الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في وضع استثنائي في نهاية أسبوع طافحة بالتوتر والانتظار كان على المفاوضين التضحية بالحق في النوم والاستجمام يومي السبت والأحد كي لا تطلع شمس الاثنين بدون حسم مصير بنك كريدي سويس المعلق وزيرة الماليات السويسرية كارين كيلر سوتر قالت إن كريدي سويس أكبر من أن ينهار وأن انهياره كان سيتسبب في اضطراب اقتصادي لا يمكن إصلاحه في سويسر وفي جميع أنحاء العالم البنك الذي تأسس قبل 167 عاما تواصف حات سنينه الطويلة حيث تم الإعلان عن استحواذ بنك يو بي أس عن كريدي سويس عبر صفقة قيمتها 3.24 مليارا أسدل السيطر على قصة كريدي سويس التي دشنها رجل أعمال في ذروة الازدهار الصناعي والتجاري للبلاد خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في موضوع نقر التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ برئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين في اليوم الثاني من زيارة روسيا ومن المتوقع أن يعقد شي جلسة محادثات رسمية مع رئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم رغدا قبوري في المتابعة الرئيس الصيني شي يستهل يومه الثاني من زيارته الرسمية إلى روسيا بلقاء رئيس الوزراء الروسي ميخايل ميشوستين شي يؤكد أن بيكين ستجعل من العلاقة مع روسيا أولوية فيما قالت كييف إنها لا تزال بانتظار تأكيد بشأن مكالمة محتمل بين تشي ونظره الأوكراني فلاديمير زلينسكي الرئيس الصيني دعا فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة وفقا لما نقلته وكالة ريانوفوست الروسية كما قال الرئيس الصيني إن الصين وروسيا بلدان جاران وشريكان استراتيجيان كما أنهما يعتبران قوتان كبيرتان نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريششتوك قالت إن كييف لا تزال تنتظر لمعرفة ما إذا كانت مكالمة ستجر بين الرئيس الصيني تشي والأوكراني فلاديمير زلينسكي وكانت صحيفة وولستريت جارنل قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن تشي سيتحدث مع زلينسكي عقب زيارته لموسكو وفي خبر آخر أعلنت الصين استأنف المعارض الصينية الضخمة للاستراد والتصدير التي تشكل واجهة حقيقية لاقتصاد هذا العملاق الأسوي أنشطتها هذه السنة وتندرج عودة هذه الأنشطة التجارية في طري النهود بالاقتصاد الصيني بشكل أكبر هنا أحج في المتابعة بعد توقفها التامي تقريبا لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 الصين تفتح واجهتها الاقتصادية والثقافية الكبرى عودة هذه الأحباث التجارية تندرج في إطار استراتيجية صينية ترمي لجعل سنة 2023 عام الإقلاع والتنفيذ لتوجهات الحزب الشيوعي لبناء على كفة المستويات أتنفيذاً لهذه الاستراتيجية يأتي تنظيم المعارض كركزة لجهود أوسع لتعزيز مكانة البلد في سلسل التوريد العالمية الصين تعتبر المعارض كبوابات للانتقال لمستوى أعلى من التنمية الاقتصادية مع كل ما يعنيه ذلك من أحداث فرص للشغل وتشجيع الاستهلاك وتعزيز الابتكار لذا الخبر نكون قد وصلنا مشاهدينا لنهت النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجزل لأهم الأنباء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر